في عيد ميلادك أثارت الرأي العام فعلاً وعملت رد فعل وخصرتك بعض الفنانين اللي تبرقوا من العيد ميلاد أو تبرقوا من صداقتهم بيكي زي النجم محمد فؤاد مثلاً كان رد فعلك إيه؟ أنا يعني بص أنا محمد فؤاد بالنسبة لي يعتبر مش صديق ولكن هو زميل ولكن أنا استغربت طبعاً من كلامه لأنه محمد كان موجود تقريباً لآخر عيد الميلاد أنت العزمت أه عزمته وبعدين أنا دايماً عندي يعني وجهة نظر أنا في مكان مش عاجبني المكان أمشي أنت ليه كملت وليه قعدت الآخر ومدام القعدة مش عاجبك فمعجبنيش حتى تقييمه لي واستهزاؤه باسمي أه طبعاً فيه فرق إنه هو محمد فؤاد وأنا أعتبر الإسلام مش بنجميته هو ده لإحترامه طبعاً ولكن ده ما يدوش الحق إنه يعني يهني على الإعلام هو لأهانك ولا أنت شايفة إن الموقف نفسه كان محتاج لإعادة صياغة بشكل جديد؟ أو إن فيه ناس كانوا موجودين المفروض ما يكونوش موجودين؟ أو إن فيه صور تعملت ما كانش لازم تتصور؟ مين الغلطان محمد فؤاد أو الوضع نفسه؟ لا هو الوضع نفسه كان غلط تحييه وممكن يكون محمد مش غلطان ولكن هو غلط لأنه حاول يبرر الموقف بشكل مش حل أولاً يعني لا هو حيضف له شيء ولا حيقلل منه شيء لأنه خلاص موضوعه حصل وانتهى ولكن لما الواحد حد يسأله عن حد يا نذكره بالخير أو يقول موضوعه وانتهى لكن ما نسقش ليه يعني أنا مقدرش أسيق ليه إيه الرسالة تقولي هلو أنه عرض محمد فؤاد؟ أنا أنا عن نفسي بحبه جداً كفنان وبحترمه جداً لأنه أنا تربيت على الأغانية أنا طبعاً فيه فرق سن ولكن أنا حزينة جداً إن واحد بحاج محمد فؤاد واسمه ووضعه إنه حد تيين حد ممكن أكون أنا بالنسبة له وجه جديد ولكن مش دين نجومية أبداً من تاني في موضوع عيد ميلاد حصلت بينك وبينه أزمة بعد هذا العيد ميلاد وحصل قصامه؟ نعم ما فيش خالص معكس هو محمد اللي طلعك كلم كتير قوي مش عارفة ليه الصور اللي طلعت على السوشيال ميديا أنت اللي طلعتها؟ لا أنا ما عنديش أصلاً الصور الصور أصلاً كانت عنات يوم العيد الميلاد يعني حد اللي صور ونزلها لأن أنا اتفاجئت بيها في الصبح خير إن كنتي كنتي موافقة على كده وإن كنتي اللي سمحت بده لا خالص ما حبش إن أنا يعني ده بالنسبة لي أصلاً أنا أعتبرها إهانة لكل الناس مش لي أنا بس لأن أنا عزمة ناس مهمة وفنانين كبار وليهم أساميهم وضعهم فأكيد أنا ما حبش إن أنا هناك لو كان بإيدك دلوقتي تعملي دليت للصور دي تعملي دليت لأنهي صورة فيهم أنا حاولت يعني أمحيهم معرفتش يعني حاولت فعلاً بس معرفتش أكتر صورة دايقتك؟ لا صور كتير كلها تقريباً فيش حاجة حلوة كانت حول vidaذير أنا تبعاً ترجمة نانسي قنقر